بسم الله الرحمن الرحيم البطيخ المقطع في المنام ينبق بحياة مهنية ناجحة والحصول على تركية في العمل رؤية الشخص في منامه انه يقوم بتقطيع البطيخ بتدل على تعرضه للمشاكل والسرعات اما تقديم البطيخ الناضج في المنام بيدل على ارخاء العيش وطول العمر للرأي رؤية عربة مملوقة بالبطيخ في المنام علامة على السعادة رؤية الشخص في منامه انه يأكل بطيخا فيجده حلو المزاق بتدل على الحظ الجيد والرزق اما شراء بطيخ في المنام من عربة متجولة بيدل على حصول الرأي على مال من تجارة او مراس اما البطيخ الغير ناضج في المنام علامة على تعرض الرأي لمشاكل صحية وصعبات بسيطة في الحياة سرعان ما يتجوزها اما رؤية المتزوجة في منامها البطيخ قد تكون علامة على حمل قريب رؤية الشخص في منامه بطيخا في بزور كثيرة بتدل على ضرورة اعادة النظر في بعض اهدافه حتى لا يصاب بخيبة امل اذا رأى الشخص في منامه بطيخا ولكنه لم يأكل منه دل لذلك على الشفاء من المرض اذا كان الرأي مريضا فان كان لونه اغدر او راديء فانه تعافيه يحتاج الى وقت طويل رؤية بطيخ ينمو في المزرعة بتدل على وصول الرأي لكل ما يطمح له في الحياة رؤية الحامل في منامها انها قسرت بطيخا قد تدل على فقدها لجنينها من رأى البطيخ في منامه في غير موسمه فانه يفتقد للدفء والحمامية في حياته حصول الرأي على بطيخ يأتيه من السماء او من مكان عالي بيدل على المكان المرموقة التي سوف يتقلدها الرأي كما بيشير الى الوجاهة والسلطة رؤية بطيخ هندي في المنام بتدل على العلاقات الاجتماعية اذا رأى الشخص في منامه بطيخا اغدر اللون دل ذلك على الصحة اذا رأى الشخص في منامه بطيخا نضج حتى فسد في انه يصاب بمرض مد اليد عاليا لالتقاط البطيخ في المنام بيدل على طلب الرأي مالا او جاها رؤية عدد كبير من البطيخ في المنام بيدل على خسارة الرأي بعضا من اهله البطيخ الاغدر في المنام وفقا لتفسير ابن سرين بيدل على الصحة والعافية وزوال المرض اهداء بطيخ هندي الى احدهم في المنام بيشير الى كلام الرأي الغير مقبول والسقيل بالنسبة للاخرين رؤية اكل بزور البطيخ في المنام او الالقاء به في ساحة البيت هو بيدل على الولد العاق اما تفسير حلم البطيخ للنابولسي فسر النابولسي هذه الرؤية الى الهم الشديد الذي يصيب الرأي اكل المسجون البطيخ في منامه بيدل على فك سجنه اعطاء الرأي في منامه بطيخا لغيره بيشير الى كونه رجل بارد وسقيل في نظر الاخرين البطيخ الاصفر في المنام بيقول الى رجال او نساء لهم سمعة حسنة بين النساء اما البطيخ زوء الكشرة الخشنة في المنام بيشير الى امرأة سيئة الطباعة رؤية بزور البطيخ في المنام وفكا لما ورد في تفسير ابن شهين لرؤية بزور البطيخ في المنام فيترمز للولد الصقيل بزور البطيخ الاصفر في المنام بتدول على المرض او البنت قد يشير رؤية بزور البطيخ في المنام الى الرصق اسكان في حياة الرأي شواهد على ذلك اما تفسير حلم البطيخ الاحمر المقطع بتشير هذه الرؤية إلى الخير والرزق الواسع رؤية بطيق أحمر مقطع إلى شرائح في المنام بتدل على الفرج وزوال الهم تفسير حلم البطيق الأحمر الحلو من رأى في منامه بطيقا أحمر حلو المظاق فإنه ينال سعة من الرزق وفرجا من القرب وخيرا كثيرا قد تدل هذه الرؤية كذلك على السلطة والقوة بتدل هذه الرؤية في منام الحامل على الولادة بولد تفسير حلم زرع البطيق زرع البطيق في المنام بيدل على التواضع والخير وإحسان الرائع لمن حوله قد تدل هذه الرؤية كذلك على زوال الهم وزهاب الحزن تشير رؤية زرع بطيق أصفر في المنام إلى الحسد والغيرة للمقربين من الرأي من رأى في منامه بطيقا مزروعا فذلك بيدل على دخول الرأي في مشاريع جديدة والله أعلم أما تفسير حلم البطيق الأحمر والأصفر البطيق الأحمر بيشير إلى القدرة على الوصول إلى تحقيق الخطط المستقبلية بنجاح والتخلص من الأمراض المستحصية وقدوم المال الوفير بينما رؤية البطيق الأصفر في المنام دلالة على أن الحالم سيصاب بمرض خطير سيكون من الصعب الشفاء منه وأيضا رؤية البطيق الأصفر بتشير إلى أن الرأي سيواجه بعض المشاكل والأزمات التي لن تكون من السهل علي التخلص منها رؤية البطيق الأصفر إشارة على فشل الحالم في علاقة عاطفية وعدم زواجه بتشير إلى أن صاحب الرؤية شخص مصرف لا يظهر شيء للمستقبل كما أن إصرافه الشديد يجعل الديون تتراكم عليه والبطيق الأصفر في المنام دلالة على الحزن الرأي بسبب أمر عائلي يجعله يصاب بخيمة أمل والله أعلم تفسير حلم البطيق الأبيض رؤية البطيق الأبيض في المنام رؤية محمودة يجب على الرأي أن يشكر الله عليها فاللون الأبيض من الألوان المحببة في الرؤى والأحلام ويأتي غالبا بدلالات خير وسعادة ويرى شيوخ تفسير الأحلام أن البطيق الأبيض في الحلم مؤشر على العافية والنجاح من المرض ورؤية البطيق الأبيض في المنام بيدل على سلامة الرأي أما تفسير حلم البطيق في الحلم للميت فإن رأى الرأي أن ميتا يعرفه يأكل البطيق متلززا بطعمه دل ذلك على حسن خاتمة الميت وصلاح حاله أما إذا رؤى الميت يشتهي البطيق كأنه ينظر إليه ولا يستطيع أكله دل ذلك على حاجته إلى الصدقة والدعاء وإذا رؤى الميت أنه يأكل البطيق لكنه يتأذى من بذوره دل ذلك على زنوب معلقة مثل حقوق الناس والله أعلم دي كانت حلقتنا النهاردة عن تفسير حلم البطيق في المنام أتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته